أعلن صندوق تحيى مصر أن المواطنة سيدات محمد إسماعيل تبرعت بمبلغ 40 ألف جنيه للصندوق في إطار مساهمتها لتنمية سيناء بعد أن أعلمت بالمبادرة التي أطلقها الصندوق وحملت اسم سيناء غالية علينا وقالت المواطنة أنها قررت تأجيل العمر التي كانت تنوي القيام بها والتبرع بقيمتها من أجل تنمية سيناء للتعبير عن امتنانها لتلك البطولات التي قام بها جنود مصر في العملية الشاملة سيناء 2018